مانشت صواريخ روسية استراتيجية على داعش في سوريا والمقاومة السورية قصفنا المواقع الأمريكية الراعي نتألم لسقوط الضحايا ويجب تطبيق الطائف والوقوف وراء الجيش وانتخاب رئيس نصر الله اليوم ورعد من لا يريد المقاومة لا يريد الطائف والمسألة في الشحن وليست في الشاحنة كتب المحرر السياسي كما في لبنان في سوريا يجمع الأمريكي أوراقه للتخريب والضغط وفجأة يستعيد تنظيم داعش حضوره العسكري وقدرته على تنظيم عمليات قرب القواعد الأمريكية وبالقرب من القواعد الأمريكية تستأنف الميليشيات الإرهابية نشاطها على الحدود السورية العراقية لكن كما في لبنان في سوريا أيضا حيث قوى المقاومة والدولة السورية وحلفاؤها في روسيا وإيران ليسوا ضعفاء ولا غافلين عما يجري فكان الرد سريعا على عمليات داعش بقصف تدمير من البوارج الروسية بصواريخ استراتيجية دقيقة استهدفت معاقل التنظيم الإرهابي في بادية الشام بينما كانت المقاومة الشعبية السورية تصدر بيانا تقول فيه إنها استهدفت القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة شرق الفرات بعدة ضربات صاروخية وأوضحت المقاومة الشعبية السورية في بيانها أن الضربات استهدفت قاعدة حق العمر بأربع قذائف صاروخية وقاعدة حق الكونيكو بخمس قذائف صاروخية وقاعدة الشداد بخذيفة صاروخية واحدة كما قامت المقاومة الشعبية بإطلاق عدة مسيرات متفجرة أصابت ضرباتها المتتالية قاعدة مطار الشداد العسكري الذي تتمركز فيه قوات الاحتلال الأمريكي ونقلت مجموعات الرصد التابعة للمقاومة أخبارا مفادها أن النيران تشاهد من المراكز المستهدفة في ظل سماع أصوات سيارات الإسعاف والطيران المروحي الأمريكي لنقل الإصابات وأكدت المقاومة الشعبية في سوريا أنها مستمرة في دك معاقل القوات الأمريكية المحتلة أينما وجدت حتى تطهير كامل التراب السوري من المحتل الأمريكي لبنانياً تواصلت المواقف المتصلة بحادثة الكحالة حيث جاء موقف البطريارك بشار الراعي بعد موقف المطران بولوس عبد الساتر يؤكد أن الكنيسة منتبهة لخطورة التحريض الطائفي وأنها تدرك أن وضع البلد دقيق لا يحتمل المخاطرة برفع مستوى التصعيد السياسي والطائفي بوجه سلاح المقاومة والسعي لنقل السراع حوله إلى الشارع فدع البطريارك الراعي إلى التهدئة ونبذي الأحقاد الطائفية مؤكداً على الحاجة لتطبيق اتفاق الطائف وإعطاء الأولوية للوقوف وراء الجيش وانتخاب رئيس للجمهورية معلناً الأسف لسقوط الضحايا من جهة مقابلة يطل الليلة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى الانتصار في حرب تموز عام 2006 ويتناول القضايا المتصلة باستراع مع كيان الاحتلال من جهة ويطل على الأوضاع الداخلية بمواقف من جهة مقابلة بينما تحدث رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعب عن حادثة الكحالة فقال إن المسألة ليست في الشاحنة بل في الشحن السياسي والإعلامي الذي تحركه الغرف السوداء معتبراً أن من لا يريد المقاومة لا يريد اتفاق الطائف ترجمة نانسي قنقر